خرج أولا نجاز داروا بوست في الصفحة أو فيسبوك على ما أعتقد وطبعا مش والدارها يعني بتأكيد يعد دارها واحد زميله ولا صديقه ولا زوجته ولا ويقول فيها باختصار بسيط من أنه يريد أن ينسحب من السياسة أطلقوني من الحبس وراني رايح ننسحب من السياسة ورايح نتلاها بصحتي رايح عندي مجموعة أمراض ورايح نتلاها بأسرتي عندي عشر سنين رايح نفرط فيها في في أمريكا وعلى ما يبدو أنه عن زوجي امرأة أمريكية يعني وأنه عندي ثلاث سنين مشتهمش وعشر سنين فرط فيهم وأنا وريد نتلاها بأسرتي وبصحتي وخلاص سياسة خلاص يعني رأني شغل كفرت بالسياسة في الجزائر أنا كنت حاب نخدم البلاد أنت والدية إلى آخر لكن يبدو أن ذلك غير ممكن طيب لماذا قال نقاز هذا الكلام نكاس برات بعض الأصدقاء يقولون لي من الأفضل يقولون نكاس نكاس ماشي مشكل قالها في الحقيقة هاو بيان صحفي بعد الإلغاء المفاجئ لي عفوا مدته بـ 18 شهر يبدو أنه مصدروا وعفوا عليه بـ 18 شهر ومن بعد لغاوه إليكم رسالة مفتوحة من المواطن المعزول رشيد نقاز إلى سيد رئيس تبون طيب احنا لا ما نعترفوش بتبون احنا بنسبة لينا تبون هو تبون مزور جابه العسكر من كاش الشرعية كما قالها الشعب الجزائري وهذه أنا بالنسبة لي والله الآخر نفس سنقول دائما أن تبون جابه العسكر حتى يكون تتغير المعطيات والظروف إلى آخره ويكون في وضع آخر إلى آخره سنقول له بأنهم جابه العسكر يقول فيها لقد تركت السياسة في خطوات المستوحات من الأمير عبدالقادر في نهاية الملحمة كتب رشيد نقاز إلى السيد أي يسميه السيد رئيس عبدالنجيد تبون في 10 ديسمبر معنا عنده شهر من الكتب ليعلله رسميا أنه ترك السياسة نهائيا في الجزائر بقوة الظروف وهو يرغب الآن في أن يكرس نفسه لحل المشاكل والصحية البرستات التنفس الأنفي والسمع وللكتابة ولأسرته التي ضح بها وهجرها في الولايات المتحدة منذ أزيد من عشر سنوات والذي لم يراها منذ ثلاث سنوات لأنه أراد مساهمة في بناء دولة ديمقراطية في بلد والديه الراحلين الله يرحمه إن شاء الله هذه هي البيان الصحفي اللي يخرج على موقع رشيد نكاز أو المقربين منه لماذا؟ لماذا رشيد نكاز اللي عرفوه الجزائريين خاصة من 2014 عرفوه من 2014 في الانتخابات لما كانت هناك الانتخابات الرئاسية في العهدى الرابعة ومن بعد زادوا عرفوه قبل الحراك مع الانتخابات العهدى الخامسة إلى آخر تعرفون القصة يعني كلها نرجع لها لماذا الآن يقول أنه خلاص يعتزل السياسة بالرغم أنا كنت نظن أنه نكاز ما راش يدير في سياسة راي يدير في المقاومة راي ناضل يعني لأن السياسة نديرها عندما تكون عندنا دولة ويكون تنافس ويكونوا كاينين تنظيمات وأحزاب إلى آخر الناس دير السياسة سواء داخل الأحزاب والتنظيمات أو خارجها الناس دير سياسة لأنه كاين نظام حكم والناس متفقعة لنظام الحكم لكن يختلفوا في تغيير الحكومات بمعنى النظام يبقى وتتغير الحكومات سيستم مش معنى الرجيم هنا مش معنى البوفار معنى السيستم يكون مثل ما ألمانيا أو إسبانيا أو حتى اليونان أو مالطة الصغيرة مثلا كاين سيستم والناس تتنافس داخل هذا الإطار وتتغير الحكومات الشعب يختار حكومة اليوم وبدلها قدوة إلى آخره وهكذا هذا التنافس البشري على الحكم إذن أنا ما كنتش نظن أيضا سياسة أنا شخصيا كانوا يسبلوني دايما بعض الصحفيين أو بعض اللي يوصفوني يقولوا سياسي فلا يقولوا ما لسته سياسي وأنا أقولها اليوم وغدا وإلى آخر نفس أنا لسته سياسي أنا دبلوماسي سابق اضطر وهو يرى وطنه تخطفه كمشة جنرالات وتغرقه في الدماء والدموع وعنف الرهيب وحرب قادرة اضطر أن يخلي منصبه ويغادر ويقاوم أنا دائما كانت رغبتي وهوايتي وأنا صغير هي العلاقات الدولية وبجد واجتهاد وقبل ذلك بتوفيق الله عز وجل وصلت للمكان ما كنت أريده وهو أن أكون دبلوماسي أو في المجال العلاقات الدولية اللي هي أفضل مكان فيها هي الدبلوماسية لكن عندما جاء انقلابهم وتغيرت الظروف والمعطيات واضطريت أن أصبح في وجه المقاومة في هذه العصابات منذ 1995 فأنا لسه سياسي ونحن لسنا في وقع سياسة الآن نحن في وضع مقاومة لأنه عندما يكون الاستبداد والطغيان لا مكان للسياسة هم ومش بخليين مكان للسياسة هو حتى أحزابهم وأذنابهم ومو يخلوهمش ومرة مرة يضربوا واحد والدليل هاو داركم نشوفوا ميهوبي لأنه أخذ نفس الموقف تاع نقاس أو نكاس مرة أخرى إذن ما كاش سياسة اليوم في الجزائر في الحقيقة ما كان لا سياسة لا اقتصاد لا علم لا طب بالمعنى الحقيقي لا جامعات بالمعنى الحقيقي كلش مزيف مزور رديء فاسد كله واش كاين كاين حكم عسكري طاغي كان يتأخر ثلاث خطوات يحط الواجهة الآن حاط الواجهة وحاضر مع الواجهة تشوفوا شنغريحة في كل وقت اليوم نظن تبقوا نراحل هذا الملعب اللي سموها منضلة يلقى شنغريحة يستقبل فيه واش تخل شنغريحة في الملعب في واش دخلوا لا ولاوا يقولوا بصراحة احنا الحكم عسكري يعني يردوا على دولة مدنية ماشي عسكري ولا يقولوا عسكرية حتى الظباب هم يقول لك عسكرية ماشي مدنية وكأن هذا شيء يفتخرون به اللي كانوا قبلهم كانوا أذكى منهم صراحة الكمشة الكابرانات التع فرنسا أذكى بكثير من هؤلاء أكثر دموية وأكثر إجرام أكيد لكن أذكى بكثير اليوم ما عندهمش واحد كما محمد تواتي على كل إجرام وفساد وكان شوية يعني يعني سنبلوان تلكتيا كما يقولوا يقدر يدير امبلان يقدر يدير ماشي نزار نزار سامحوني على عبارة بصح نزار هاي شيء يعني لا يعرف شيء حتى ذلك الكتب اللي يقولوا وإلى آخر هو لا شيء هو يقول برك وما يجوا الكتابة هذا الكتب جي يبدلوا يحسنوا يصلحوا إلى آخره لكن كان عندهم واحد مثل محمد تواتي على سبيل المثال وكانوا كينين بعض الجنرالات وبعض العقدان الآن مكانش لم يبقى لأن مع الأيام الآن عندهم ناصر الجن جبار مهنة شنقريحة حتى لما جوا يعينوا مدير عام للمركز الوحيد يسموه مركز دراسات الاستراتيجية عينوا الجنرال عبد العزيز مجازر مجاهد هو اسمه مجاهد لكن جزائيه اسموه مجازر ما عندهمش يعني هذا المركز الوحيد للدراسات الاستراتيجية عندما أسيس كان مثلا فيه يزيد يزيد هذا كان في الثورة وكان دبلوماسي كبير ومحمد يزيد مثلا كانوا فيه بعض الأسماء بعض البروفيسورات أيام الشادلي وحتى في بداية تسعينات حتى منتصف تسعينات حتى نهاية تسعينات الآن عندما عبد العزيز مجازر هذا في حد ذاته مؤشر كبير على الانهيار الرهيب ليوصلوله لما عينوا جبار مهنة على رأس دي جي أسو المديرية العامة للأمن الخارجي صراحة فرحت فرحت فرحة كبيرة وقلتها في واحدة من اللايفات قلت ربي عماهم يعني يعينه واحد مشهود له ومشهور داخليا وخارجيا بأنه كان ذباح كان يقوم بمجازر في البليدة وفي الامدية ويصح تلجلفة كانت المنطقة التعود تخطي حتى تلجلفة من ناحية العسكرية الأولى ومن ناحية الأخرى تخطي حتى تلجلف والغيزان ومن ناحية الأخرى تخطي ما بعد تزيوزو من ناحية الشرق أو العاصمة مبتز واحد يدير شونتاج للناس للتجار بالأدلة والجهات الداخلية والجهات الخارجية خاصة تعرفوا وهو المتورط في ذبح الرهبان ثم زاد تورد في حرق القبائل خاصة منطقة القبائل في الـ 2021 فقلت هؤلاء هماو بسح هلاش عينوا طرحت السؤالة عن نفسي لماذا عينوه هو هلاش مش غيره ما عندهمش ما بقاش نحصر الجن اليوم رأه هو القوى الضاري بتاحهم في أيضا مع جبار مهنم ويحرك في بعض الذباب وبعض الأدناب وبعض اللي يشراوهم إلى آخر في الداخل في الخارج ويش لقاوا لقاوا ناصر الجن بالمناسبة عندهم نصه ما يسمعش أصلا ما يسمعش لأنه مرة هو يعذى في واحد ضربه بهذاك اللي حطوه يتلعبوا به وهو يجي كالحادي يجي كالسكين في الإدارات يجي كالسكين صغير بالصح ماهوش سكين لكن هذا رفده وغرسه وفي غرسوله وفي تحت وذنه فأفقده السمع وبعد قتله هذا اللي دار له هكذا قتله هو ناصر الجن ناصر الجن هذا وسمعناها من زميله اللي هو اسمه الهواري وخرجت في فيديوهات كان يأخذ على الرأس مبلغ من المال إذا قتله داخل السجن أو داخل الثاكانة أو داخل يدي مبلغ معين إذا قتله خارج يدي مبلغ مضاعف هذا هو اليوم لكن شاف باللي الأمور ما تمشيش معهم كثير منهم طلبوا لاروتريت ورحوا وكان يرغم موجودين بسح لا قرار لهم بقاو ما زال يحب السلطة يحب يبقى عقيد يحب يبقى كوموندو يحب يبقى جنرال ويدي هذيك الربعين مليون ستين مليون في الشهر والمصالح بسح ما عندوش قرار فالآن وصلنا إلى أسوأ ليفوايو رام في البلاد شينغريحة ذباح الأخضارية والبويرة وغليزان لأنه هو ثاني كان في الناحية العسكرية الأولى بالمناسبة جبار مهنة وناصر الجن وشينغريحة وعبد العزي مجازر كلهم كانوا في الناحية العسكرية الأولى لأنه ثم ونصرات الكبرى المجازر وكبرى الإرهاب والرعب شهدته تلك المنطقة لتصل شرقا إلى مبعت زيو الزو وغربا إلى حدود غليزان إلى غليزان وجنوبا إلى الجلفة ولكن التركيز كان خاصة فيهم كلهم لكن خاصة في الشلف غليزان البليدة البويرة المدية الأخضارية وهالقراء والمدن الصغيرة المجاولة بومرداستي بازا في طاعة الحال فغرقوا مكاش لي يفكر لهم الآن تفكر صحيح مكاش لي يقدر يكتب رابور كما مثلاً كان يكتبوه اللي كان يسموه مخل جيش محمد تواتي أو اللي كانوا مع محمد تواتي كانوا مكينين واحدة أخرين مكانش مكاش لي يقدر يدير لهم تحليل حقيقي لعلى السياسة الداخلية لعلى السياسة الخارجية مثلاً هذا كحال مجذوب اللي يحطوه في الأمن الداخل لما كان في الحارس الجمهوري بعث لي واحد من كبار الضباط اللي اخدم معه قال لي من أتفه وأسفه البشر اللي تلاقيهم في حياتك هذا هو مسؤول الأمن الداخل اليوم مع أنه كان محكم عليه بالسجن واعتقد أنه حتى دخل السجن حكمه عليه بتلس سنوات في ضربة عملية زيرالدة تعالى الحارس الجمهوري وانتعالى الأمن الرئاسي فيه اثنين حكموا لهم جابوه وحطوه في الأمن الداخلي جبار مهنة كان في السجن كان في السجن واتهما بالفساد العارم وأرى حتى دارين تقارير في قنواتهم أنا ذاك لما ادوه في أكتوبر نوفمبر ممكن أيضا المساعد يبعث لي مقطع الآن نوره للناس واش كان يقولوا على جبار مهنة هم هم أنفسهم هاو الهواري هذا كان يخدم مع ناصر الجل يخدم معاه شوفوا شيقولوا شوفوا شيقول السلام عليكم معكم السجن شرفواري سي بي امي في الغد تنموت اليوم باندي نحكي لكم على ناصر الجل حدد أفضقه المدعو بناصر الجل ناصر الجل كان يليكي ديف سي بي امي بلي بريب بلي بريم كانوا يدابزوا باش يشكوني لكيدي كانت تلع بريم 10 ملايين 15 مليون 20 مليون لكيدي في سي بي امي تلي كيدي في سي بي امي تدي 15 تلي كيدي برها ورها سي بي امي تدي 25 مليون ناصر الجل كاني كيدي كيدي يضرب لي كمبريميت متارة تاقلي وناصر الجل كان حبيبي كنت نقدمها كان يسكن في درجانة الجزار العصيمة وكان مناصر كان حبيبي وصرت لمشاكين مها كبيرة ولا صديق مقرب يعرفني يعرفني غاية العاية كنت نعرف غاية العاية كان في الليكيداشون كيف السي بي امي يحسبوش الكيدي 15 اشهدون واحد غمزة وشهدون واحد قديد الليكيدا كان هو يقولون من الليكيدي عشرة اخمستاعش اشهدين كان نصوما مدينيين وكان نصوما اسكاريين مش يدي رابرين بزاف وكان يدبس بزاف مالو الناس ويدبس بزاف مال المرحومة اثمان كيفش يدي كيدي وشكو الليكيدي بزاف الليهم ورابرين كان جمان بترتاك منشين نحل ترتاك ديلك من الفيدي تحسبش كل الليكي دعشرة قلتي اخلص مدينيين محبسونا كان لك اولا قال لك صاحبو يعرفوا مليح هذا كان صف ضابط سرجون شيف كانوا في فرقة الموت كانوا مجموعة ضباط فيهم الو الناس وعثمان وفيهم ناصر الجن بشكل خاص هو يتكلم على ناصر الجن عثمان هذا يبدو انه ميت وبقى الو الناس وناصر الجن وناصر الجن يتكلم عليه لانه هذا من بعد خرج هذا كان خرج من الناس اللي ضاميرهم كما يقول لك ضاميره كلاه يعني كي الناس اللي القيلت يسموه اللي شعور بالذنب يعيش حالة بايستة على شعور بالذنب يفطن ضاميره ويتفكر وش كان يدير ونادينا عرفها وهم قالوا لي عليه بعض الناس يعني يعني كتبوا لي بعض الناس اللي ما نقدرش نخرج للأسف وحتى حكيت معاهم يعني وكنت فوجئت بحجم المرارة والقهر اللي عشوا قلت ولي قيلة left أشعر اللي حنا اللي يصبحوا فينا اللي وخ achieving فهو اللي حرقناهم شعر يحرقوا فينا اللي درنا مالشينيول في عينيهم شعر مالشينيول الفي عينينا ونشوفوها في المنمات شوفوها في الكوش ما توح كان حتى هيا مرة واحد أصر لكي تكلم معايا قالي لي قالي قريب نحس قلينا نحس بالي رأك بالك صادق إنسان صادق كي نهدر معك نخرج شوية هذا خرج هذا من نفس النوع خرج القائل لدينا لازم نخرج نقول قال لك في سي بي كانوا يتضاربوا ويكون يقتل أكثر هذا اليوم هو الشخص الثاني في المخابرات الخارجية الجزائرية وعنده نفوذ هائل داخل المخابرات الداخلية وأعتقد أنه حتى هو اللي رحشد مركز عبلة هذا يعني عنده نفوذ هائل هذا ناصر الجزائر هو الشي يقول عليه اللي كان معه طيب كم شان تعنا الذباحين وقاتلوا ومختصبين كان يخطفوا النساء عادي الجامعيات عادي الثانويات عادي وطبعا يخطفوهم ويمارسوا معاهم الأفعيل البشعة ومن بعد يقتلوهم ويرموهم لك في شارع وقال لك مجموعة إرهابية قتل ثلاث ابنات هنا وربع ابنات لهي هذا لا يعني أنه ما فيش مجموعات هي ثانية قامت بإجرام لكن أغلب الإجرام قاموا بهؤلاء وهذه شهادة القبه الله سبحانه وتعالى والله إني لا أخشى في الله لو ما تلائم ولا أخشى من الناس شيء وهي شهادة القبه الله لأني أعرف وكم من شهادات رأي عندي للأسف كثيرين يقول لك مش الآن وأنا أعطيت كلمتي باللي لن أخر الشيء بدون ما يكون موافقة صاحبها فهؤلاء هما اللي محكم البلاد وأمثالهم اللي رأوا في المناصب الرئيسية هذون هما اللهم إلا قلة اللي وصلوا هنا وهناك أو ما كانوش أو كانوا في الخارج في تلك الفترة داروا تدريبات في الخارج أو إلا قلة استثناء لكن القرار الرئيسي رفيد هؤلاء وين روحوا بهذا الأصناب وين روحوا أين الطريق هو لنغرق والطريق هو أنه كل مرة يزيدوا أكثر وتخويف أكثر وموش همهم وموش فاهمين تغييرات اللي هي تحدث على المستوى العالمي لما بدأت حرب أوكراني حتى قبل ما تبدأ قلت راح تكون تأثيراتها كبيرة علينا جاهم جانب إيجابي اللي هو جانب الاقتصادي ارتفعت أسعار البترول والقاس لكن جاهم جانب سياسي وستراتيجي سلبي الدليل هو وشنو؟ أربع وقايع صرت لهم وقد نكتشف أنها الشيء أخرى مع الأيام أربع شروط دارهم الأمريكان قالوا لهم أن يات على المناورات مع الروس اللي كانت في نوفمبر وما داروهاش قالوا لهم خفضوا من ميزانية وزارة الدفاع وخفضوها من قريب 23 مليار دولار إلى 18 صحيح راحهم بعد عن طريق مزارة المالية خافوا خافوا من الأمريكيين وأعلنوا رسميا أن الميزانية نقصت من 316 ألف دينار إلى 200 ألف 242 ألف دينار نظن أو شيها يعني من حول 23 مليار دولار إلى 18 مليار دولار ورايف جايدة رسمية الآن لكن طبعا المال هذا نحن ندوه لكن ندوه سرقة عن طريق وزارة المالية الأمر الثالث وشنو؟ قالوا لتبون ما تروحش إلى روسيا قبل نهاية السنة راح الروحة تبون تلقاهم أنهم قالوا أن تبون رايح الروسيا ما راحش هجوم تبون على فاغنر لما تكلم مع لفيقارو صحيفة لفيقارو اللي دارت مع تبون لقاء وبعد يومين نشرت لسفير استعلائي استعماري بعقلية استعمارية نشرت له مقال صحيح هو موجه لماكرون ومن معه أكثر شيء لكن أيضا تلقينا فيه الهجوم نحن كجزائر كوطن تلقينا فيه الهجوم وعقلية استعمارية من عنده بصحة لما جاي يكلم ماكرون قالوا هذا النظام رهما يفهموا له هذو الجزائريين ونظام التحمل يفهموا غير الخشونة يعني عبارة أخرى يخافوا ما يحشموش قالوا بهذه الطريقة يعني وحذروا من أن ما تدعمه مش كثير رك تدعم فيهم وقلوا لازم وهذه ضد مصالح فرنسا السفير هذا يشوف مصالح بلاده ويحذر في ماكرون وقل لك ماكرون في نهاية الماطاف بقتله أربع سنين ويروح وفرنسا هي تدفع الثمن وهذا الكلام رهما موجود بقوة داخل فرنسا رهما يقولوا الماكرون توقف عن دعم العصابة في الجزائر لأنها ركض ذرنا إذا جاءوا خصومهم رح نيعتبرون أعداء وإذا ما جاءوا لهم لا خصومهم ورحت البلاد إلى الفوضى رح نجونا الملايين عندنا هذا اللي يزعج فرنسا أكثر هذا الحالتين باش نعاود ونرجعوا للموضوع ونحبني عارف علش وصلت لعند هذا السوفهاء وقيت رح نقدر عليهم يعني نجاز ظهروه باش دار هذا الموضوع معلومات اللي عندي أنا هم ظهروه ضباط وهذا كين ضباط رهم ظهروه عدد من الناس داخل وخارج اللي في السجون وخارج السجون ما هو بي ظهروه أيضا ضابطة قالوا له شوف قالوا له رك تعرف باللي ركف الليستة باش تخل الحبس بدوها وديجا تخل الحبس وانترك على يعني اللي كانوا باش يحطوا كرايس رهم في الحبس أولهم وأشهرهم وأقواهم هو أبو عز وسيني إلى درجة أنهم مرجعوه جندي قال لي واحد من الأفاضل ركاين واحد شخص قال لي ركا تفاوض مع أبو عز وسيني اضحكت مت بالضحك يعني إذا كان واحد ساهم في تدمير أبو عز وسيني قولها بدون افتخار هو أنا أخرجنا له الشعار رفعوه الجزائريين أبو عز وسيني يحب يولي السيسي وكان بالفعل يريد أن يكون السيسي ولو كان فات ميهوبي كان سيكون السيسي من الخلف ميهوبي هو الواجهة هو السيسي والحمد لله الحراك مخلاش فيه أنا لا أفرق داخل النظام العسكري بين الجنرال والجنرال في السلطة أو أفرق ما بين الجنرالات اللي يدروا في خدمتهم في ثكناتهم هؤلاء خوتنا إحنا أخوانهم هما خوتنا ومعناش إشكال معاهم مدام راهم يدروا في عملهم العسكري كما يقول عليه القانون كما يقول عليه الدستور أما الجنرالات الذين يتدخلون في السياسة وهما السياسة وهما الحكم والبزز هؤلاء لا الشعب قال تروحوا للثاكنات طبعا قال هالكم بقوة الشعب إحنا نقولوا رحوا للثاكنات بارك الشعب قال جنرالة بوبال إذن عمري وعمري لنفرق بين لا إحنا دولة مدنية مش عسكرية ما يهمنيش طبعا أنا وشي يقول سواء قالوا السفهاء أو قالوا العقلاء يعني الناس لها عقل وليتبع يعرف وليحو سيفهم يعرف إلى آخره أما الأذناب والذباب هذو اللي راهم دايرين هم والله ما يزيدوننا إلا قوة وكانوا بعض أخواني وأخواتي المحيطين بيه هكذا كانوا مرات كانوا في البداية ينزعجوا الآن أصبحوا يضحكوا كي يسمعوا أن يعنيش عارف سفيه هنا كتب عليهم أو سفيها هنا كتبت عليهم أكاذيب وبهتن أصبحوا يضحكوا بيها ويتمسخروا بيها في البداية وأولا كنت قلت لهم قلت لهم راي غير الأسابيع الأولى والأشهر الأولى ما بعد تعودوا تقولوا تشعروا بالعكس هذه قوة لأنه لو كون مكوش تزعجوا فيهم تزعجوا في أسيادهم في أرباب البلاد ما يظلوش يهاجموا فيكم فما دمرهم يقومون بذلك فهذا تثبيت وتقوية تثبيت أن العمل مزعج جدا للعصابات وتقوية لنا جميعا أن نستمر في هذا العمل وهذا هو اللي راه ولذلك جات لكم بانت اللي رايحة تشتد وتتوسع أعدهم بذلك إذن سوى أبو عز وسيني أو قيد صالح أو غيره كلهم أرادوا الاتصال وكلهم كان دايما عندي رد واحد نحن لا نتفاوض لا في السر ولا تحت الطاولة ولا تبعث لي ولا نبعث لك اسمعوا الشعب واش راي يقول لكم الشعب راي يقول لكم دولة مدنية ها هي واحدة منها ضده وصوره رفعت قيل لي من دائرة مقربة منه أنه كان أردلوي كان في حالة غضب شديد لأنه كان حب يبقى بالصورة انتعه مخفية وبعت لي هو شخصيا من يهددني بقطع رقبتي أنا لن أهددك بقطع رقبتك حتى لو ينتصر الشعب لكن نقول لك أنه حينما ينتصر الشعب سيحاكمك القاضي العادم أما إذا قطعت رقبتي أنا فاليوم فيه ملايين من الأحرار الذين يخذون هذه المعركة ولن تتوقف على واحد ولا مئة ولا ألف ولا حتى خمسين ألف اليوم هذه طيار طيار الحرية طيار الدولة المدنية أصبح عند غالبية شعب الجزائري اللهم إلا بعض البساطاء بساطاء العقول وليس بساطاء الحال وبعض الذباب والفاسدين والمفسدين الذين يريدون أن يبقى الوضع كامل سننتصر بإذن الله هذه كانت رد على أبو عز وسيني بعد ما خرجت الشعارات أنت أبو عز وسيني حبي يولي السيسي بعث من يهددني مباشرة يعني وقال لي رأوا من عنده قال لي ها نقول لك ها نقول لك ها نقطعوا الكراسك قلت له مرحبا قلت له تركي تزيد الناس ترفع الشعارات أكثر من أخواننا ليتابعونا يعني قلت له لا تقطع لي رأس يروح مرحبا بك أما قطع الرؤوس وخروج الروح فهي بأمر الله أين كان السبب نحن إذا تمكننا منكم لن نقطع رؤوسكم نحن سنذهب بكم إلى القاضي العادل لأننا نحن نخاف الله قبل كل شيء ونريد أن نبني دولة وليس فوضى ونريد أن نبني دولة حقيقية وليس جمعات متناحرة تهدفين وليس قتلين نحن لن ننتقم الذين ينتقمون لا يبنون الذين ينتقمون يهدمون رغم شرصتنا في المواجهة أو في المعركة إلا أننا لم يساورنا ولن يساورني يوم واحد الانتقام من أي إن كان قضية ليست شخصية وليست لا عندها شو اسم وحتى الناس ليسئلنا كشخص يسئلنا بشكل شخصي لا ننتقم الكبار العصابات إذا ما تمكن منهم شعبي حكمهم القاضي العادل